موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة نبدأ مشاهدين الكرام من الفقر الأولى لدينا فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الشاب أحمد حسن وهو شاب عراقي يعمل في نقل الركاب بعجلته التوك توك تعرض إلى اعتداء بالضرب المبرح من قبل دورية للشرطة الحكومية وشرطة المرور بعد محاولتهم احتجاز مركبته والتي يعتمد عليها في معيشته ويعيل بها عائلته السبب في الاعتداء أو في سبب احتجاز المركبة من قبل القوات الأمنية والاعتداء عليه هو توجيه أفراد المفرز الحكومية تهمة لهذا المواطن بأنه حاول اختطافهم حاول اختطاف المفرز الحكومية هذا الاعتداء بالضرب بحسب ذوي المعتدى عليه أدى إلى فقده للوعي ورقوده في مستشفى الجملة العصبية بدورهم هرب المنتسبون في شرطة المرور بعد هذا الاعتداء خوفا من الملاحقة العشائرية بحسب مواطنين ويقول شهود عيان أن أفراد الدورية تعاملوا بشكل وحشي مع الضحية وبأسلوب غير قانوني بدورها أكدت مصادر طبية أن نسبة نجاة المواطن ضئيلة جدا بسبب الأضرار التي لحقت بمنطقة الرأس دون أن يعرف ذوه حتى هذه اللحظة السبب أو المخالفة الحقيقية التي دفعت عناصر الدورية للاعتداء عليه بهذه الطريقة الوحشية دعونا نشاهد تابعنا مشاهدين الكرام حالة المواطن بحسب المستشفى بحسب الأخصائيين بأن حالته حرجة للغاية وفرص ونجاته ضعيفة طبيا علميا لكن الأمر يبقى عند الله دعونا نتابع بعض التعليقات مشاهدين الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع أم حيدر تقول شغلة ما تدخل بالعقل أبو توك توك يخطف دورية شرطة لو يردوها كبار كبار أو صغار صغار حسب المزاج لدينا تعليق من مضر يقول قواتنا الأمنية ما تحترم المواطن وتعامل المواطن بأسلوب غير لائق من سب وشتم وإهان محمد عباس يقول والله عصابات لا علم ولا فهم ولا شهادة اتعينوا كلك ما يعرفون أصول الوظيفة والتعامل مع الآخرين لدينا تعليق من حيدر يقول الشرطة في خدمة الشعب إلا في العراق الشرطة في أذية الشعب هكذا يرى حيدر هناك غضب عراقي كبير من أداء القوات الأمنية في العراق بكافة صنوفها ومختلف تشكيلاتها لأنهم يرونهم يرون هذه القوات تقف مع الظالم ضد المظلوم تقف مع السلطة الحاكمة تقف مع المتنفذين مع الفاسدين مع الميليشيات ضد المواطن البريء وإن وجد فيهم من هو وطني شريف فهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء في ظل ما يحيط به من فساد ومن فاسدين دعونا ننتقل مشاهدين الكرام إلى مقطع آخر لكن قبل تفاصيل هذا المقطع وهذا الخبر دعونا نستقبل بعض الاتصالات من حراتكم ومعنا سيد أبو عمر من بغداد أول المتصلين حياك الله أبو عمر حياك الله أستاذ محمد المحترى وحيا الله قناتك وأستاذ المشاهدين الكرام أهلا وسهلا أهلا وسهلا لك أستاذ محمد أستاذ محمد نحن نعرف أن القوات الأمنية في كل العالم وبلدان العالم نكون يعني حماية للمواطن حماية للشعب وأمن المواطن وسلامة المواطن وبلد يعني كل الأمور للشعب على ناس بدون أدهم إسلاح بدون أدهم أمر ضائع يقدر يبرغون أي مواطن عراقي من هذه يعني القوات الأمنية بجاهز من شربة رجل هو إنسان بسيط وإنسان ما متهم لا قضايا أرهاب لا قضايا مخدرات ولا قضايا أنه أنه أدى بها إسلاح ولا من هذه الأمور اللي يتحاسب بها القضاء يتحاسب بها القانون حجامة قوات أمنية وإذا كان يعني رجل ممتسبين من هذه الجولة لكن من أسبب يعني هما ناس قادرين برسع الفقرة ونشوف هاي يعني الإجرام اللي جاء تفضل عندنا بين أبنين عزل يعني مثل مباهرة تفضل عندنا أو ملاب عزل يطلبون نبتعي أو شهدات يعني عليا طالبة بحقها نشوف قوات الأمنية كيف تقمع المتظاهرين وكيف تقتل يعني ذول الناس الطالبة اللي يريدون وطن اللي يريدون معيش وكرامة فدائما نجد بالعراق قوات الأمنية ضد أدناء الشعب العراقي وضد أدناء الفقرة اللي يريدون بعيش بسلام ويردون يعيشون بكرامة فما كواعدهم أي حيط يعني من أي حكومات أو رئيس الوزراء أو أي حكومة جهة يعني تبرض هذا الأمر لا اعتداء السابرة على شعبنا وبناء شعبنا من كافة يعني نجد ليش برأيك سيد أبو عمر ليش برأيك ماكو تطبيق صحيح للقانون من قبل القوات الأمنية في العراق يعني مثل ماذا تتفضل هناك معايير مختلفة هناك يعني تعامل بقسوة مع المواطن في حين هناك تعامل برحمة برفق بتسهيلات لأطراف أخرى ربما مواطنين آخرين شلو الأسباب اللي دفعت إلى أن يكون القانون يعني غير ثابت بالتطبيق على الجميع من قبل طبعا القوات الأمنية نتحدث نعم أستاذ محمد إحنا عدنا بالعراق من حسين وكلاسة لحد الآن مجموعة طلطة أعزاب تعقموا الإراق يعني حزب حزب تفاعد يعني إلى إقار إلى أكثر من مئة حزب أكثر من مئة تيار أكثر من مئة حزبية هذول كلهم ناس يعني أعزاب ما بينهم هذولو كان إنسان يعني مدعوم من طلطة أعزاب أو كان إذا تابع إلى ميليشي يستقون هذي القوة والفرض والقتل يعني الوطن لهذا الشخص اللهم نطلبنا بالسلامة وإن شاء الله مثل تريد روحها إن شاء الله يعني الممروم سلطة سلطة من تشوف هي شي هيج هاي النماذج اللي تقتل ببناء الشعب يتحاسمون عليه قانونيا لأن إذن قباع فاسل وإذن قانون فاسل بس نفس قادرين يشدون هل هم قادرين يقتلوهم قادرين يتقلوهم قادرين يعني شون نقول يعني بل حقوق طيب أكو شغلة سيدة بعمر أكو شغلة لفتت انتباهي بالخبر اللي عرضنا هو هروب بحسب الأهالي بحسب الشهود هروب المفرزة الأمنية مثل ما يقولون خوفا من الملاحقة العشائرية اليوم أكثر من مرة نسمع في أماكن مختلفة من العراق عندما تحدث مشاجرات مشاكل الخوف يكون من الملاحقة العشائرية وليس من القانون ليش صار الوضع بالعراق أنه يسير بأنه يهمش القانون يغيب القانون ويحضر مكانه العرف العشائري أو القانون العشائري الثالث أكيد يعني من الناس اللي بسطاء والناس اللي لا منتنين للأحزاب والناس ما منتنين إلى ميليشيات عدهم أكيد كل مواطن وحن عباق يعني عرف أشائري وذات أفالة وذات تاريخ يعني كل إنسان شونا نقول ماكو إنسان طالع من تفل حيث كل إنسان عنده عشيته وتزامر شيخه والشيوخ اللي أكبر من عنده من تفصل هاي الأمور يتزدد عشيته ويتزدد بالشيوخه فنعرف القوات الأمنية إنه من راح يشوفوه وورا هذا الشخص يتحاتمون عليه بأن القانون عندنا بس على الفقرة وعن لاس البططاء فعندنا القانون إذا كان حدنا قانون بالعراق لكما عارشين بخير والقبار عندنا يحكم بالعقيد لكل الأمور شارت بني هو الله يرضيه ونشوف الناس يعني مزراحة نلتك نلتك القانون بس على حسرة وعالناس البططاء فهذا القانون اللي خل اللي سواه برايمار والحكومات المتعاكبة وثوتها عن الناس فقرة ما سوتها يعني نقدر نقول عن فقرة الأمور يعني باقي أعلى من مواطن العراق البطين شكرا شكرا سيدة أبو عمر من بغداد أنا أشكر حضرتك للمشاركة وهو أيضا سؤال يرتبط بما تفضلت به أنه لماذا أصلا يوجد شيء يسمى قانون العشائر أو الدقة العشائرية أو الملاحقة العشائرية كيف يسمح أصلا بهذه الأمور في بلد يقولون عنه إنه بلد قانون مثل ما تقول الأحزاب أو الحكومات التي جاءت بعد 2003 لماذا ترسخ هذه المفاهيم عند الناس وحتى تتجذر في داخل العراق وتصبح أمرا معمولا به أنه إذا صارت مشكلة نلجأ إلى العشيرة هي التي ستنقذنا أو ستحل الموضوع دقة عشائرية بطريقة غير قانونية بقعدة عشائرية بغض النظر ما هي الطريقة لكن بسبب كما قال أيضا السيدة أبو عمر غياب القانون دفع إلى تنامي هذه الظواهر لماذا لا يتم تطبيق القانون الوقوف على القضاة محاسبة الفاسدين محاسبة المنتهكين والمخترقين للقانون من قبل الأجهزة الأمنية وبالتالي لا حاجة إلى أن يتجه المواطن إلى طرق أخرى يسلك بها أو يسلكها من أجل الحصول على حقه دعونا ننتقل الآن مشاهدين إلى الموضوع الثاني الذي لدينا في هذه الفقرة محمد الشيع السوداني هو مرشح ما يعرف بالإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء رفع دعوة قضائية ضد محلل سياسي يدعى محمد نعناع إثر تصريحات تلفزيونية تناول فيها نعناع السوداني واتهم السوداني محمد نعناع بالتشهير وطالب بتعويض مقداره خمسمائة مليون دينار عراقي من أجل رد اعتباره كما يقول دعونا نستمع لما قاله المحلل السياسي محمد نعناع في أحد لقاءات التلفزيونية المشيعة السوداني ليس شخصية وطنية شخصية متخلفة جدا تفكيرها كلاسيكي مرتبط برؤى لا تخدم بناء الدولة اتفاقات الحكومة التي كانت من المفروض أن تفرع الاقتصاد كلها ما راض عليها مرهين لثلاثة أو أربع قادة للإطار التنسيقي لا يمكن أن يخرج عنه أبدا لذلك هو ما عنطى حتى أي آراء أو حلول أو تخريجات للوضع الحالي وهو صار له أكثر من شهر من ترشح فمحمد الشاعر السوداني أكس من الآن عبر عن رأيه حلل يعتقد بأن محمد الشاعر السوداني هو كما وصف لكن محمد الشاعر السوداني كما قلت لكم مشاهدين الكرام قام برفع دعوة قضية ضد المحلل السياسي المدونون والناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا محمد الشاعر السوداني بعد رفعه قضية ضد محلل السياسي انتقده في لقاء متلفز وكما مبين في الوثيقة التي تشاهدونها الآن مشاهدين الكرام هذا هو نص الدعوة المدعي محمد الشاعر السوداني المدعى عليه محمد نعنا حسن ويقول سبق وان قام المدعى عليه اعلاه بالظهور على قناة دجلة الفضائية في برنامج القرار لكم حيث اتهم موكلي باتهامات خطيرة كذلك وصفه بعبارات تتنافى مع القيم الاخلاقية والاعتبارات الاجتماعية بدون اي دليل عيث ذكر بالنص ان محمد الشاعر السوداني شخصية غير وطنية بالاضافة الى اتهام موكلنا بان لديه شبهات فساد واستغلال للمنصب ويقول هذه ويقول بان هذه بطاقة ذاكرة الالكترونية تحتوي على مقاطع فيديو خاصة باللقاء طيب كما هو ظاهر امامكم ويطالب بمبلغ خمسمائة مليون دينار عراقي من المدعى عليه كتعويض ما الذي علق النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي انس يقول او انياس تقول انسان مثله الاعلى بالحياة نوري المالكي والشخص اللي رشح لرئاسة الوزراء قيقو تقصد قيس الخزالي يعني شي طلع وطني اكيد تبعي وراح يكسب الدعوة لان المحكمة ايطارية بامتياز مهند يقول كلام صحيح هو ضعيف الشخصية وراح يصير حالة حال عادل زوية بيدهم خرخاشة ايفا تقول بعد ما بدينه اذا انت ما تتحمل انتقاد من مواطن شلون رح تحمل تحمل مشاكل الشعب او تتحمل مشاكل الشعب سعد يقول خوش ريس ما يقبل النقد يعني يريد من هسه يصير ديكتاتور وما حد يحكي عليه السيد ابو علي من لندن حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله تفضل سيد ابو علي بالنسبة لمحمد الشياء السوداني هذا اللي ابو حزب الدعوة هذا العميل الخائن انا ميريد واحد منتقده بعدنا ما قلت نقول بعدنا ما تفتحنا وصاعد لمحكمها ويغرب خمسمائة مليون معرف والله أنا برأيه يختبر القضية لأنه القضاء كله بيد المنيشات وبيد الأصابات هم اللول يبوبون وينهبون وسرقون ويكتلون ويهجرون ويحتقنون ويفجرون ويجدون واحد نيحجع بيهم لازم ما تحجي لازم تسكت لازم تسكت لأنه هو هذا القانون هالشكل يقول لك هو هذا قانون نبوق ننهب نقتل أماله خيانه انفجارات اعتقالات تهجير لازم نسكتون وذا طلعوا متظاهرين يظاهرون عليهم يتهموهم أولاد السفارات وأولاد الحكومة هم طبعا هم مهل السفارات هم مجعومين من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا نعم لأنه رأيه هو راح يكتبها القضية لأنه القانون والمحكمة كلها بيض الميشات طيب ليش بدل ما يرفع قضية على المحلل السياسي عبر عن رأيه ليش ما يرفع قضية على زعيم حزب السابق نوري المالكي اللي يقول على اساس حزب السابق أنه هو منشق من حزب الدعوة اللي كان في فترة تواجد محمد الشيع السوداني عضوا في ذلك الحزب طلع المالكي يتهم المتظاهرين ويتهم العراقيين بأنهم خلايا نائمة إرهابيين فقاعات لما كانوا الناس يتظاهرون ضده لما تظاهروا حتى بالألفين ودعش وقمعهم واتهمهم بأبشع الاتهامات ولا يزال ليش ما يرفعون هذه القضايا على زعماء وقيادات الأحزاب التي تطعن بوطنية العراقيين وتقول أبناء سفارات وتقول عليهم بعثيين وخلايا نائمة نعم طبعا هكذا شون يعني يرفعوا القضية على المالكي هو هذا رئيس حصابتهم المالكي هم قادرين بس عن ناس العزل عني قادرين عن ناس اللي لا حول ولا قوة هم بيناتهم واحد يبوك الله واحد ينهد الله أصلا بيناتهم أقل فيديوات باحية وفيديوات مع الفساد ما لي تتوقع من هاي البليشات ومن هاي الحصابات بسا من يطلعون يحسبون احنا الاستفارات وحسبون احنا الجوال تدعمنا والسعودية تدعمنا ومادري مين يدعمنا بابا انت كنت مجرمين قتلة انتوا مجعومين من امريكا واسرائيل وبريطانيا ومن نظام هذا الايراني الارهاب الثاقف ان شاء الله ثقف هذا النظام هذا النظام عندما يثقف هذا النظام انتوا كلكم راح اصطقون يا ميليشات ايران يا عصابات ايران طيب انا اشكرك سيد ابو علي من لندن ويانا سيد صلاح من كربلاء فضل يا صلاح السلام عليكم وخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقاعات هذه فقاعات بتمرده وتورط العراق بها جلولة فقاعات باقة سببت العراق بش المشات هذه كلها الفقاعات اليوم الموجودة والحاكمة اليوم الله وكيلك هي بتحسدي على المواطنين قد اشمست على المواطنين من كل مكان بالعراق وإلا هي هي كفقاعات هي بأجهدتها القمحية الضعيفة الضبانة قد بأجهدتها عن كفحة عن كفحة أي شيء كل هذه الأجهدتها بكل الروحة قد بأجهدتها على المواطنين سيد صلاح نعم يعني هم يقولون احنا بلد ديمقراطي في حرية تعبير عن الرأي ولما يجي واحد ينتقد يرفعون عليه قضية ويطالبون بالتعويض أو يستلمون مسبة وفشار وين حرية التعبير عن الرأي وين حرية الديمقراطية بالعراق اللي يدعون أنها موجودة أخوة هذا المجرد أكاذيب هذه ما قد تسوي أي سواء أكاذيب الله وقيدك افتراءات ما تسوي أي سواء هذه الفقاعات التي جانها بها المحتل ونصبها على حساب الشعب العراق هذه موادية للمحتل للمحتل الغاشر يا والله لذلك النظام الأرحد الجبال اللي هو سنحذوانه واحتلاله إلى العراق بدون أي مصول قانوني بدون أي أسباب وقعي للاحتلال الغاشر للعراق يا والله وهذه الفقاعات التي تمثل وتمثل احتلاله وغزوة إلى العراق وأما هذه الميليسيات العرهابية ومن يساندها أولئك المافيات ما فيهات يا والله ما فيهات طيب ما فيهات أهل السلطات أهل المخدرات أهل الخمر في كلها الواحد كلها المافيات ومن يساندها على مستوى المحافظات العراقية شكرا جزيلا سيد صلاح من كربلاء ويأنا أبو صلاح من كربلاء تفضل يا أبو صلاح سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا محمد حياك الله أبو صلاح أهلا وسهلا الله سلمك تفضل هذه الحكومة أصل حكومة إيرانية العمير وهذه الحكومة لا يوجد قرار لفظة الصعب من هذا نعم تتدري هسا هذه الحكومة المهاربين الضغط بالدعم في طاقات كمير يعني هارب لا يوجد ملعا كمير يعني هسا سترموه وينطو 50 مليون وينطورات بتقاعد قرار إيرانية قض نعم نعم فالمدلق لأنهم مجرمين على صورة التحركة شنو رأيك باللي صار من سيد أبو صلاح شنو رأيك باللي صار من محمد الشاع السوداني أنه بعدما مستلم هم على صد يريدون يستلم رئاسة وزراء والعراقيين يتساءلون إذا كان هو ضد التعبير عن الرأي وضد حرية التعبير وضد اللي يعبر عن رأيه بصراحة ومع أجب الموضوع ويرفع قضية ويريد تعويضات 500 مليون دينار يريد تعويض من محلل سياسي انتقده هذا شنون رح يحكم العراق وشنون رح يتحمل انتقادات العراقيين كيف سيتحمل ردود الأفعال اللي تيجي من العراقيين تجاهها تجاه شخصه وسياساته وتصرفاته نعم هو محمد الشاعر سودان المليون هو من حدهم هم وهم وقف ينظ من هاي الحكومة المجرمة نعم سيد ابو صلاح اكو ناس اكو ناس يقولون محمد الشاعر السوداني حتى لو كان مع المالكي لكن شخص نزيه مبايق وطني يصفوا بهذه الاوصاف كيف يمكن لهذه الاحزاب التي حكمت العراق من 2003 الى اليوم التي لم تنتج سوى الفساد سوى الميليشيات سوى الخراب دمرت هذا البلد وباقته كيف لها ان تفرز شخصا وطنيا ان تنتج للعراقيين شخصا نزيها مستقلا وطنيا حيحاربهم هل يمكن لهذه الاحزاب ان تأتي بشخص يقضي على الفساد والفاسدين ابدا لأن محمد الشاعر السيداني وعلى فتنجل المال وذولة عملاء تابعين للغرم تابعين وحفظ في طبع اليوم فناضيهم ولا وعد نعم لحكومة عصاب وليس البرد أنا أشكرك سيد أبو صلاح من كربلاء نعم وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك ويانا سيد أبو مالك من أمريكا تفضل يا أبو مالك سيد السيد محمد حياك الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا نبدي من كادر الشرطة نعم المرورية اللي احتدوا على هذا المواطن نعم الشرطة نعم يا أبو مالك أسمعك هذول الشرطة اللي أطلوا لهم رابع من قبل مديرياتهم قال ما عملوا هذا العمل بهذا المواطن المسكين لكن هذولا كلهم متعينة وعن طريق المخاصصة كله حتى فعلا كده ألف تولار في سبيل ينتسب ليش دارة يتعين بيها نعم أما قبل كانت هذول كليات وكاديميات حقين اللي اتخرج لنتهون مناهج لتعامل بالشارع مع الناس لتعامل مع المواطن وإنما هذولا كلهم متعينة وعن طريق أحزاب ليش ما تربي ليش ما تربي هذه الوزارات الأمنية أفرادها ومنتسبيها على احترام المواطن على احترام الإنسان ليش الفكرة وهذا طبعا مو حدث أول مرة يصير ولا آخر مرة راح يصير ليش دائما في السيطرات اعتداء لفظي استفزاز اعتداء جسدي على الناس ليش مو قلت لك أستاذ محمد هذولا مو خرجي فليات هذولا كلهم دمج من الشوارع لخاء مبالغ معينة نعطين المواب وكذا واتعينوا بشرطة هذولا شنو اش يبتهمون عن كلامك المواطن يبتهمون شنو كنت المواطن بالبلد دولة كلهم من الشوارع لم وانت تذكر ابراهيم الجحفل السواء كل الميليشيات جافتها في الداخلية قبل كانت الوزارة الداخلية النظام الثابط أصول مديرية اسمها مديرية الاستخبارات اي موظف اي ضابط اي شرطي اي مدير انحال محكمة رأسا وبالسجن هذولا شغلتها لا قانون ولا ردع بشوالة على حالة هذه المخدرات الله وكيلك المخدرات منهم تبنيها كلها بباطل شرطة هم حاملين التجار وهم ديروا جولهم وهم ديروا نعلوا مجلود نعم فلت أصبح منك بيض راحلها ويا من ورا هذه النماذج وهاية الكفر السياسية طيب انا اشكرك نعم تفضل باختصار ابو مالك باختصار لو سمحت فقدنا الاتصال السيد كيان من بغداد تفضل يا كيان كيان فقدنا الاتصال ويا قدنا تحسين من واسط تفضل يا تحسين منو السلام عليكم سيد الحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تحسين سيد الحمد وتحياتي فهذا الرابطية حياك الله كل الهلم السلام عليكم انت تجدوا عن القانون بالعراف القانون بالعراف اسم بدون كل شيعة انا احكي لك عننا شيء اون طالب جامعنا رحلة راضعة على التعامل عند الامتحانة طب الفترة امتحان ذا باني نعم الضفل جامعة مالكة اللي هي الجامعة الاهلية جامعة تقنية السلام اتقرات السيارات سيارات مالكة 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 المهم اثناء ما طلعت من الجامعة لم يكن رجاءة ويهل الجراج تجدو هل الجراج يعني كل مالكة والله العظيم انا مالكة شاهدة سيارة سيارة جامعة سيارة سيارة اطلاع مالكة التعارك او شك جامعة بربوني غير رح تشتفية جامعة الجامعة نعم اتبعنا FBS اشتكافين متحدثين انا سنجدو على دورية نحن نحن اتبعنا اتبعنا واخذوا بالجراج نعم أنت المشتكي بالتوقيف والتوقيف أن يتنازلت وطلعت يعني تفضل حضار ليش جبروك أنه تتنازل ليش ما صارك في تحقيق الموضوع حتى يجيبوا لك حقك أستاذ ما أصول يعني حالي حالي المتهمين ليش طلع ذاكي؟ ما أدروا المقصر ما أدروا وفي المقصر الثانية حتى لا يصدر مشادرة وهو أتخذ مقصر الثانية وفي المقصر الثانية يعني هم هم أعتقلوك وحددوا منه المتهم وحددوا منه البريء دون أن يخضع الموضوع إلى إجراءات قانونية قالوا لا جاءتوا كتاب بأن المتشاك والمستجين تتزين ولا تقانون الشاك والمستجين يعني فيه حالة كتاب العديد يعني ان يتحرك ويتتزين يعني مصير التزين يعني هو إنسان معتدين هذا يقودنا إلى سؤال أين العدالة في العراق إذا كان الجاني والمجني عليه في كفة واحدة فشنو إذن قيمة المظلوم اليوم في العراق إذا هو يوضع في كفة واحدة مع المجرم والله العظيم أستاذ يقول لك أنه يكون ضغطي محكمة البشر نعم 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 حضراتكم وردتنا عبر تطبيق الواتساب عندنا رسالة من مهدي من كربلا يقول السلام عليكم أستاذ محمد والله هذا محمد الشيع السوداني لا يصلح إلا لعمل الأقراص النارية مع شريكه نوري المالكي أبو عبد الله يقول السلام عليكم أخويا هو كيف يرفع دعوة يقصد على محمد الشيع السوداني كيف يرفع دعوة على جماعته هؤلاء أعداء في الإعلام لكنهم متفقون على النهب والسلب هم المستفيدون والمنتفعون والشعب اللي طايح فيها أخي أي حرية كلام يتمتمون بها تحت قبة البرلمان الواقع كل العالم يعرفه العنف والثأر وكبت الحريات والقتل والتعامل بلا رحمة هذا محمد الشيع السوداني هو عميل خارج من رحم الميليشيات والأحزاب عندنا رسالة رسالة من أحد المشاركين يقول السلام عليكم السوداني الطيارة المسيرة من قبل البغبغاء المالكي إذا تم انتخابه أول المستفيدين هو المالكي وأم سبعة في سبعة ليبقى العراق تحت أوامر الشواذ الذين باعوا العراق لأعداء الإسلام من المجوس والصهاينة يعاود السيد كيان من بغداد لاتصال مرة ثانية أهلا بك سيد كيان السيد بصار خياله حبيبي مساء نور حياك الله السيد محمد أنت سألت 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 راح أجابك عليه وبالبداية راح أدد لك من أو أدفت خطية نعم يعني المرور المرور واجبة ومهمته تنظيم السيار فقط ومحاسبة الشخص المو عنده جازل ما لابس إحزام الإشائر ما لابسه ما تشتغل ليس شعب ستسير هاي قانون يحاسب عليها ما يضرب المرور موازبة يضرب ما لك الحق يضرب مواطن مو ألا بوتيكتيك أي مواطن ما لحق أبو السيارة بوتيكتيك ما لحق المرور المبروض يحاسبون نعم انت سألت حضرتك هذولي لازم الجهات الأمنية الوزارة ليش ما تعزب منتسبينها أول شي هي خل الوزارة تقدم نفيتها يلا تقدم منتسبينها خلو واحدة أما بالنسبة لمحمد شاع السوداني يعني محترض على هذا السياسي الصرح هذا السياسي المحلل السياسي حكي بالرأي اللي عبر بيها الشعب ماكو مشكلة أنا التواحد بالناس محترض عليك وعالكل أنا محترض عليك وعالمالكي وعليكم كيشم أفند عمامة كان من تكون مريتم أنتم ناس جيتوا دمار هذا البلد الشريف الأبي البلد الأصري أنتم جيتوا دماره والخرابة نعم وجيتوا بقصد الذلون العراقيين ما تقدرون لا أنتم ولا أكبر واحد بيت تم يذل العراقيين العراق راته شامخ والعراقي يقفوا غصما عليهم رغم ما سويتوا بينا وأذيتونا وقتلتونا أنتم حمد شاع السودان تحترض على هذا الشخص أنت كان احترضت على مرة الشهيد اللي تاومون على شرفها بالتقاعد العامة كان احترضت على النازحين النايمين أهلنا وناسنا النايمين بتشوفها ومسلين أهلنا وناسنا ذولي أنا أول مواطن أول مواطن أفتح بيتي للنازحين وبخدمتهم ومو بس كلام أفتح بيتي وروحي وقلبه وعقل للنازحين هذول أهلنا وناسنا واليوم صارت بيهم باشر السلبينة عيب على كل عراق وعيب على كل عراقي سيد كيان الاعتراض السيد مرخوفك السيد مرخوفك أنا سأتكمل بس باختصار لأنه الوقت ضيق الفقرة التي ضمنها المحامي الممثل لمحمد الشاعر السوداني برفع الدعوة أنه المحلل السياسي وصف محمد الشاعر السوداني بأنه غير وطني وهذا الموضوع أثار حفيظة السوداني هم الضايقين أنهما ينوصفون بأنهم غير وطنيين طيب شنه معالم الوطنية أو معيار الوطنية عندهم حتى نقول بأنه هم وطنيين شنه اللي يقدموه للناس للبلد حتى نعتبرهم وطنيين ما عشت صالح الحمد لا جاوبة بكل الزقان هم عشت ما يعرفوا المفهوم الوطنية ما عشتهم كل وطنية وما قدموا أي شيء للعراق من الوطنية 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 الرجال الوطنية غيرة الوطنية شرف الوطنية كرامة الوطنية حمية الوطنية طيانة هذا البلد وحمايته الوطنية رفع عراق في العراق الوطنية مو ذلة العراق ومو الاحتداء العراقيين ومو تفجير العراقيين مو قسل العراقيين مو سرقة أموال العراقيين الوطنية مو لا صحة الوطنية مو لا تعليم الوطنية مو لا زراعة مو لا صناعة الوطنية مو هي شيئا ناس يا عالم الوطنية الرادلة الناس محترمة وناس زارتوا فاهمة وصل للوطنية فعالي سيد محمد أظن صوت صوت هذا المحلل السياسي ومو بس سانس كل عراق يظن صوت صوته وإحنا مريتهم ومو بس محنا شاعة سودانة كين هم مريتهم شكرا جزيلا سيد قيان شكرا جزيلا لحضرتك دعونا نتابع سريع المشاهدين الكظام ما الذي بقى لدينا من هذه المقاطع أحزاب العملية السياسية حكومات الاحتلال جاءت بعد 2003 وجلبت معها الجهل والتخلف الجهل هذه الآفة التي تغذيها الأحزاب بشكل لافت لإبقاء العراق قابعا في مستنقع التخلف بعد أن كان شعبه يتبوأ مراتب متقدمة في مؤشرات التطور الحداثة التعليم على مستوى العالم قبل 2003 يحمل المراقبون الحكومات المتعاقبة مسؤولية نشر هذا الجهل لكي يبقى العراقيون في دوامة تمنعهم من المطالبة بحقوقهم لإزالة الطبق الفاسد ما هي المظاهر التي انتشرت بعد 2003 هي مظاهر أو ظواهر المراقد والمزارات الوهمية آخر هذه المقاطع التي تم تدولها في مواقع التواصل الاجتماعي مزار سيد لهمود في قضاء الدوايا بمحافظة ذيقار هذا المزار مختص بشفاء الأمراض الجلدية كما يدعي صاحب المقطع لنشاهد وكلام الله وموسى بن جعفر شكو شخص بفالول بيجرب بيحب يجي سيد لهمود ياخذ تراب من المرقد مالي خلال ثلاثة يام يوم الرابع يطيب غسمن بالله العظيم لا تشذب ولا أحجهيت ويجي ببلاش عمي أبقاض أن كم بيها الناس ما عتفلوسترا وحسن ما ديكاترا يطبرون بيك معمي هنا ببلاش يثواب سيد لهمود يصير محافظة الناصرية بقضاء الدوايا على طريق فوادم هاشم غسمن بالله العظيم بالبكان السيد تاخذ تراب من المرقد مالي تحق عليه ماء التراب وشكو حبب جسمك تتهر على الحد طبعا هذه الحوادث وهذه المقاطع التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي تحرج السلطة الحاكمة ويبدو أنها أيضا بعد أن أثارت ردودها فعلا غاضبة من قبل العراقيين بسبب الجهل والتخلف الذي يعيشون فيه أو يعيش حولهم دفع هذا الموضوع بعض الجهات بعض الجهات في الحكومة إلى امتصاص الغضب الشعبي الموجود عبر توجيه كوادرها البلدية كما حصل في مدينة الكوت محافظة واسط مع مرقد العلوية عليها هذا المرقد أيضا من المراقد المستحدثة المراقد المزيفة الوهمية في منطقة زين القوس وهو مرقد العلوية عليها هذه الصورة أمام حضراتكم مشاهدين الكرام تبين اللقطة أو اللحظة التي تقوم بها الجرافات بهدم هذا المرقد يدعو أو يدعي أو يدعو نعم الأخ اللي قبل قليل في المقطع أنه لا طب ولا غير طب خلونا نتجه إلى المراقد التي ستقينا وتشفينا من الأمراض الجلدية العلم العلم الذي يتطور مع مرور الزمن والذي أصبح في بلدان كثيرة هو العماد للدول والتي تستند عليها دول كثيرة باستقبال السياحة العلاجية بابتكارات اختراع الأمصال والأدوية والعلاجات لكثير من الأمراض لا يعترفون بها من يسيرون خلف هذه الخرافات وهذا الجهل دعونا نتابع مشاهدين الكرام بعض التعليقات التي وردت محمد يقول لم نعد نعرف ماذا نحارب الوباء أم البلاء أم الغباء أم الغلاء أم قلة الحياء لم يمر بتاريخ أو زمن أو حقبة أتعس وأرذل وأسفل وأسخف من هذه السنين التي نعيشها اليوم لدينا جمال يقول الابتعاد عن القرآن وعدم تفهم الدين أي الجهل به هو باب يستغله الدجالون لبيع الخرافة والأساطير على بسطاء الناس لينا تقول هذني ممراقد هذني بدع وكل بدع ضلالة يسرى تقول المتاجرة بالدين أصبحت وسيلة لخداع السذج وسرقة أموالهم لننتقل الآن مشاهدين إلى الجانب المشرق من العراق العراق ليس فقط فيه سلبيات وفيه جوانب مظلمة هناك حالات منيرة بصيص أمل في هذا البلد في موقف إنساني كبير ذهب رجل من محافظة ديالة إلى مصطر عمال المفرق في مدينة بعقوبة وقام بتوزيع الأموال على العمال الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على عمل لإعالة أسرهم لكي لا يعودوا إلى عائلاتهم خالي الوفاض دعونا نشاهد ترجمة نانسي قنقر بهذا مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة